شوف في واحد اشعري كاتب انت جاهل لا تفتي حتى ترجع لجوجل يا ابني ما هذا بث مباشر يا ابني الحلال يا 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 اشعري هذا بث مباشر هذا بث مباشر كيف يضحك عليكم الطبرز هذا بث مباشر لايب اقسم بالله احيانا اقول يعني الاشعرية ولا خليها بقلبي يبني بث مباشر تقول لا تفتي حتى ترجع لجوجل يا جماعة ايش نعمل فيهم الاشعرية هؤلاء لسه في ناس يعدونهم مع اهل العقول ويسألوني هم كفار ولا مسلمين يا اخي اثبت لي انهم عقلاء بعد ذلك اسألني في تكفيرهم واسلامهم اثبت انهم عقلاء الاعقل هو الذي يتكلم عن بدعته عنه يعني عن كفره وايمانه والله ابن القيم قالها قال بل انتم اهل الجهالة عندهم يعني عند اهل الحديث لستم اولي كفر ولا ايماني يا رجل امامك بث مباشر لا حول ولا قوة الا بالله على فكرة الطبرز يقولها لهم وهم يكررون بتعميني يلا يقول احمد سلطاني يقول اشعري قال اللهم اعوذ بك من علمي لا ينفع فذهب عقلاء فقد الذاكرة اللهم استعاد يلا بحقنا شوي بس الله ايه ديه اشتركوا في القناة